أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي واستنكر بالشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بغرب سيناء وعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان سائلا المولى عز وجل أن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأكد العصومي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها